هل برنامج يتقدم لكم دراعية أندريوس ميديا؟ مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مجدداً نحن صديف اليوم رجل الأعمال المعروف محمد فقيه محمد أهلا وسهلا فيك محمد أهلا وسهلا فيك شو أخباري تعطيكم العافية محمد أنت رجل أعمال عربي معروف بكندا وحققت نجحات كثير كبيرة خلال الأربع سنين الماضية خصوصا في مطاعم برامونت خلال أربع سنين كل سنة فتحت مطعم خبرنا كيف كانت تجربتك وكيف قدرت تحقق هذه النجاحات بكندا أول شيء، شكرا للمزوء وشكرا لأمنيات تيفي أعطوا معنا ومع برامونت ومش بس برامونت إجمالة مع كل بزنس ناجح بالجالة العربية أعتقد أن برامونت وأمنيات يتحقق المزوء يعني الرسائلة الموصلة طبعا بدومينات تانية بين بعضنا بس نفسها نقدم الجالة العربية والبزنس العربي بصورة شوي مختلفة على القليلة على الأجانب أو بكندا اللي هني تعودوا يشوفوا العربي فيها أعتقد أننا نحن بخطوة كثير منيحة صورنا إن كانوا إعلاميان، نحن بالمطاعم، بالعمار، بعدد بزنس ومش نحن لحالنا أندراوس و بيرامونت، فاينتفود فيه كمان قضاء الممبر بالكوميونيتي عندهم هالمشن نفسه وهي أنه أرجي صورة المدل إسترن إجمالا كبزنس، كحياة، كلايف ستايل مختلفة عن لآخر عشرين سنة العالم تعودت عليها بس بالجمل وبالخيمة وبالكذا إنه إحنا بنعرف أكثر من هكي شوي وذلك هاي هي المشن ولما يكون إنسان عنده مشن، طبعاً الربح المادة إنه عمل، ما فيك تخلي البزنس إذا ما فيه ربح مادة بس عندما تكون المادة هي المشن الوحيدة بتنزل، تشتغل بعكس الكواليتي إجمالاً ولما تكون المشن الأساسية هي تأرجي يعني تأرجي نوعية منيحة ومسلة منيحة للجليل العربية ككل الربح المادة ما بيكون الأساس سو بالتالي هاي أحد الشغلات الأساسية كيف ومع مين طبعاً مش لحالي أنا عطول بقولها ورجع بقولها وتشرف إني ولا أنا ما بعرف عمل يمكن منقوشي وحدة عرفت كيف عشان ما كذب ما بأي دو هلأ بس لما فتت بالبزنس ما بحياتي لا بعرف إن شاء الله بعرف أي كل مضبوط لأنه أنا من الناس اللي بحب إركض واشتري بسرعة وكل شيء يعني لو ما فيه شباب كتير بضيات وأواليم وسمارت وإدوكيتد هاي هم الشيء اليوم بالبارامونت ماشيينه بطريقة غير إنه محل مشاوي ومحل منئي فيه أرقام فيه دراسيات فيه فيه شباب معلمة طالع عم نالهيلتن وشي تشغل بالبارامونت طالع عم نشيرتون عم نعينه للبارامونت بالتالي لنحافظ على زبوننا وللحافظ إنه نظلنا نشرف الزبون هي ميسج يعني عرفت كيف يعني وهي الطريقة والأسلوب إنه ننتبه نحكي قليل نشغل كتير نركز أكتر والحمد الله لهذا أربع سنين وأربع سنين مناح الحمد الله أكتر ما منستاهل نحنا منعتبر نحنا دايما منهنيك على هالنجاح بمطلع هالسنة الجديدة بألفين واثناش بارامونت وحضرتك شخصيا دايما معودنا على المفاجآت من مطاعم بارامونت شو مشاريعك لهاي السنة الجديدة؟ مشاريعنا لهاي السنة الجديدة مبدئيا في شوية عم نعمل كاتيجوري مختلفة يعني في عنا شي بالجملة في عنا محلات جديدة وفي عنا نيو بيبي بورن اسمه بارامونت بوتشور شاب بارامونت بوتشور شاب يعني ميت شاب محل لحمة كمان محل لحمة ككلمة محل لحمة مثل كلمة محل شاورمة انا عطول بقول انه لا انا ماني انسان معروف انا صاحب محل شاورمة العالم بيتضحك وانا مش محل شاورمة الصحر اعرفتكي نحنا صرنا قصم من الجالية والجالية قصم منا طبعا بدون الجالية والساورت طبعا لا انا ولا غيري ولا اي حدا انا كثير من الجالية ما بيصيروا مطرح مهنة اول فضل للجالية نفسه اعرفتكي بيرامونت بوتشور شاب اول لوكيشن حتطلع عهيور انتاريو اقلنطن بمسل ساقة يعني هلا بنرجع بنحكي عانه في بيرامونت لندن اللي هو محل كبير قد محل مسل ساقة باسيك لي واللي ضايفين عليه هي بلايجراوند بيرامونت جرب قصة بلايجراوند بمحل تورن هلي حطينا بلايجراوند صغير بعد الديكور اللي عملته هذي كالسنة الفيدباك is very good العالم كتير مبسوطة فيه سو بالتاري حنبلش فكرة البلايجراوند انه انا لما ابني كان صغير انه اصغر من هلا كنا ناخده على ماكدونالد مع انه ما فيه طعمي هونيك ما انه ما بتعمي هونيك او مثلا ما منحبت الطعمي هونيك لان اول بس كنا ناخده نلعبه ونشتري له الدرينكس وكذا 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 سو كان عطول يقول انه طب انه ليش انه ريف ما فيه عرفتكي سو فيها تقريبا انه الهلا ما بعرف اذا فيه حدا بالبزنس العربي اهتم بموضوع الولاد سو انا ايثنك انه الولاد اسم كبير من القصة الولاد انه انا بدهما اظهر مع اولادي اذا بروحوا ينبسطوا ببيلعبوا انا برتاح بتحدس انا ومدامتي بنأكل لقمي عرواء ما بدهت ضلات قوم تشوفوا الولاد او انا قوم شوفوا الولاد سو باسيكلي اتس نقطة مهمة سو بالمحلات اللي حيكون عنا فرصة نحط بيك بيك بيجراند دل الولاد ينبسطوا ويتسلوا وكذا سوف نفعلها سوف نبدأ بلندن او انتاريا لندن كان لديه مجرد قبل ما احنا نشترك بلندن فتحوا مره لندن بمي بلوكيشن تانية مختلفة تماما نعم كررنا ننفوت بلندن ما كنت على بلان طبعا كان بلان جيد مع بلان جيد بلازا اجا وقال انه لا نحنا مستعدين ان نقف مع البرامونت وكذا وكذا هو شخص من جاليتنا كتير كويس وكتير بلان جيدا وهو اللي باعداءة كتير قوية معه بسيطاً اصر انه ناخد الوكيشن عنده واتكلنا على الله واخدناها وبلشنا الرادي ان شاء الله متوقعين بأيبريل تفتح هاي سنة هاي سنة ان شاء الله طبعا والبوتشر شاب نفس الشي بيهور انتاريو ان ايغلينتن تماما ايغلينتن 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 قمان اخدنا اربع محلات حد بعضهم في لوكيشنة اترتيل بعد ازياده إلى بارامونت فان فود على وست ميسيساقع باكبير بازاكلي على دندست مساقع ايغلينتن باساكلي على دندست وفوروثري أجل نائت ومك شكرا نائت ودندست مائت وينتون استنيا في تم هورتن بوجنا في الموفي ثياري نحن نحن نتعامل بقصة تشاركو البربكي مثل نحن جايين من بلدنا و جايين شوي لهم بوجة السينما مثلا هنا عندهم مشكل بقصة ريحة المشيوة نحن نحاول نتعامل معها بقصة شوي مور مثقفة بالموضوع في شي اسمه إيكولايزر اللي هو بنقل هوا بشكل غرين عشان منظر الأمبيان الصينيكي والشغلات اللي هني مضيئين منا نحن والسيتي عم شوي نعم عم بتشوفوا العوامل اللي ممكن تتعجل بفتح هذا المحل ما عاش في إلا هاي دي يعني كانت ليستة كبيرة نزلت كلها بعد في هاي وهي من السيتي عموص صرنا على 80% أنعني هون إنه الأمور يعني بعتوا ناس وقفوا حد بيرامونت مستاقة وتأكدوا إنه ما في رويح هيقلة وكذا 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 وكذا. ثم عم نعمل المزبوطة. هاي بالنسبة للمواضيع الريتيل بزنسيس. بالهولسيل نحن لدي بعض الريتيل على شغلات. مبدئيا نحن سوف نتعجل إنه ممكن نلاقي بعض الريتيل في السوبر ماركات محمد نتمنى لك التوفيق بمشاريعك لهاي السنة رح نتوقف هلا على فاصل إعلاني قصير ومن بعدها مشاهدينا رح نحكي مع محمد بتفاصيل أكتر عن البوتشر شوب ليش اختار البوتشر شوب وشو مميزاته قليكم معنا لبعض الفاصل تمام لأعلاناتكم على برنامج أمنيات تصلوا فينا على 416-595-6161 عروض مميزة ابتداء من 100$ شهريا تصلوا فينا اليوم وصوى منطور إعلاناتكم لمستوى أفضل مع أمنيات بزنس أكتر ومدخول أكبر موسيقى هالبرنامج يتقدم لكم دراعية أندريوس ميديا مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مجددا معنا بحلقة اليوم رجل الأعمال العربي محمد فقي أهلا وسهلا بكم محمد مرة ثانية كنت عم تخبرنا قبل الفاصل عن مشروعك انكم تفتحوا بوتشر شوب في مستساغا خبرنا ليش اخترت تفتحوا بوتشر شوب وشو المميزات اللي بحملها هالمحل مؤخرين أكتر الشيء إجمالا أنا من الناس اللي ما بحب العالم اللي بيطلعوا بيتعدوا على الشغلة غيرهم وبالتالي يمكن أنا هلا عم بعملها بالغلط يعني بس هي مش مظبوطة نحنا ويار عندها ميت بزنس عجبنا ولا ما عجبنا السببين الأساسيين اللي خلينا نتجه نحو بوتشر شوب كبزنس أول الشيء السبب الرئيسي يعني فيه يعني فيه تقريبا نقص مع احترامي طبعا بكل أسفة أوسع ما فيه انه بقدم احترامي لكل الناس اللي بيشتغلوا بالملايحم وعندهم ملايحم وبيملكوا ملايحم وعندهم علاقة بملايحم بقدم احترامي كامل لإلهم لطريقة شغلهم بالمجمل بس لليوم بايكسبشن بايكسبشن الطريقة اللي اللحمة مقدمة بالجالية العربية شوي غريبة هواقفع غريبة يعني هحكي العكس اوكي عشان ما اضطر بيحكي انه بالغلط دي احداً اللي بيشتغلوا باللحمة اليوم او عندهم ملايحم او عندهم سوبر ماركت فيها ملايحم لما انا روح مثلاً على هايلين فارم او انجيلو سوبر ماركت وطلع على ساكشن اللحمة وشوف هايدي قطعة ستيك اللي معتقها 21 يوم اللي احنا منيكلها بالمطاعم ندفعها 100 دولار و70 دولار و50 دولار طب انه 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 احنا كجالية عربية ما بنستاهلة انه ليه ما بنستاهل الوجهة اللي فيها هالشكل المخلوط المرتب الوجهة المرتبة المحل المرتب التقالي لانيخد لحمة يعني انت حسيت انه فيه نقص بالكواليتي فيه نقص بطريقة حتى قديش هو كل شيء مسج بالدني اوكي؟ صحي يعني انا لما ابرم راسي انا بقول ما عجبوا معنيتا انا بعت مراتب صح؟ لما انا عامل محلي مرتب معنيتا اي اتخلق عزبون معنيتا ما فارق معي زبون صح؟ صحي معنيتا لما انا رتب محلي ورتب ونظف وأعمل لقدم شيء لزبون معنيتا عارفت كيف؟ اللي نقصة هي المسج القوية انه بس ليش برأيك انه هالمحلات ما بتحتم يعني ما بتلاقي زي ما انت تفضلت عن برزنتيشن ما بتحس انه هاي اهمية ليش بكون عندهم ما عندهم هذا الابروتش اللي انت عندك ياه؟ انا ما عمقول انه بس الملاحمة العربية انا بلاقي في كندا اللي بتنقصم لثمانين بالمية بيعتبروه انه خلص وزبون عم ياخد هاي بالزيادة وعشرين بالمية بينقصموا لنوعان العشرة بالمية بيقولوا لا لازم ننتبه والعشرة بالمية عندهم مشكلة مع قدين قد محبين ينتبهوا عرفتك؟ يمكن انا انا بعتبر نيئة انا بعتبر بيكي انا بعتبرك ما عندي مشكلة مع الشباب اللي بيشتغلوا معي مصاري ما عندي مشكلة شغلون ما عندي مشكلة المشكلة الوحيدة اللي عندي إياها انه انا بيكي انه هيدا زلمي سئيل زيني الخاي بشغله انا سئيل انا سئيل سبب واحد زبون جاي يدفع شيء حقه تعطيه متل ما هو بده مزبوط ولا لا؟ مش حسب الموت تبعك تعطيه وفيه طريقة معينة نحن منحب تبريزينت بيرامالت نحن اتفقنا عليها لما عينناكن لما حبيتوا انتو تناقصوا عنا ما اتفقنا طب هالأجريمانت تغير ما بيوش نتفق هيدا أجريمانت جديد نحن اتفقنا تطرعوله الصحن مرتب أكلاته طازة معمولين اليوم مش مبارح لانتكن غلبطت بالكوانتيت مبارح اليوم هيك اتفقنا ويطلع بمعدل نقول 26 منت اذا المحل مليان اذا عندك 31 منت يعني فيه دراسات عنا صارت هلا صار شي تاني غير هيك صار فيه دير جديد انت مجاهز للي احنا عنا ايام نعود نعمل يعني فيه بيكي يجب ان تكون بيكي بالبزنس واذا منك كريمة ومنك بيكي بالبزنس الفوض طلعي منه اريح لك وخلصنا تقريما وتعبنا انه الجارة العربية عطولنا قصة شي عرفت كي انا عملك انا بدي اسكالوب بني جيج لحمة كبينية طب فيه سبع انواع كبينية ببيروت اليوم او بالاردن طب ليه احنا معنا ايام احنا كجارة العربية اوكي هيدا قصة من اللي دافشني على الموضوع انه نحنا شنا قصنا بعدين انه تعبنا من الفروج اللي مقصة اربعة شقف ومحطوط بكيس ابيض ومربوط بيد واحد زلم يلحم والكيس من بره واسخ طب لا انه طب ليه انه ليهيك لازم تكون البرزنتيشن طب عم تشتغل اكتر على البرزنتيشن وعلى الطريقة اللي عم تتقدم فيها وعلى النوعية حصير اتبح بره موت حصير يتبح كل شي بيده حنصير ناخد سلاطر هاوس نستأجره يومعين ونتبح نحنا بيدنا انا هلكم بدي اسألك عم ايه حنتبح بيدنا هو هيدا السبب التاني لان منطفق قلبنا هيدا بيقلك انا اي سيرتيفاي حلال التاني بيقلك انا اي سيرتيفاي حلال طب انا بطلع انا بطلع شخصيا شهريا انا وبيخد مشيخ من جميع الطواقف المسلمي عشان قصة الحلال سيرتي بيخدهم معي بيعزمهم بتالفين عالقسنا بيعزمهم علاقتي فيهم كتير روي وقدم تحيي للكد طبعا احنا منطلع بس منهلك انه هيدا حلال هيدا مش حلال بس ونحنا ويربيكي وكل العام بتجي بدا تعمل بيزنس معنا منطلع على نشوفهم بيطلعوا مش حلال بيبلشين شغل بينا طب مرتين عم تشتري عرفت كيف طبعا مرتين ما بيشتري من البرامونت المطعم لانه مدخله هي زبوني بالبرامونت مثل ما انا زبون بالبرامونت حتى لو كنت صاحبه صحيح عرفت كيف هيك البيزنس بيمشي عرفت كيف ايه اول قسم اخر قسم نحنا نشتري كزا الف كيلو لحمة وتجاج بيجم على محلاتنا سواليش نحما نحنا مندبح وليه ما نحنا منعمل هيك لما زبوني يقول حلال بتاعه معني قادرت فيه اربع صباح تطلع ماء على المسلخ بطلعك ماء على المسلخ اللي احنا عم ندبح فيه احنا بيدنا زلنا ندبح عرفت كيف وبالتالي بترتبع هالشي شغلات كثيرة من نهاينا بعدين بتمشي بتكزري بالبرامونت لما يكون عجقة بتتحدسي مع النسوان الزبان اللي عندنا المادمات اللي طبعا من كل الاحترام كلايتهم ثلاث ربعهم ثقفين بيحكوا نفس الحكي بيقول لك طب لاي بتروح بيمشي رح قلبك بهايلين فارم او بأي سوبر ماركت تاني ما نروح على محلات الحلال اللحمي عطول واغلى عرفت كيف لقصة اغلى ما حدا ينسى انه بحياتهم لما يعمل ديكور بيدفع تمن الدكور ما حدا ينسى انه زل المرحمي حيكون شكله كتير حلو ومعنية البرايس حيكون غير نحن دراستنا اليوم للطريقة اللي حنفوت فيها على السوق جيبنا عشرين سعر من عشرين ملحم اليوم مناشحين او سوبر ماركت فيهم ملاحي مناشحين ونحن عاملين سعرنا تقريبا خمسة بالمئة أقل منن الصود ديكور اللي حيكلف تماممئة الف دولار او مليون دولار لملحمي مش هيكون مأثر على السعر طبعا بس منوعدهم هي الصراحة هذه خطوة مهمة كتير للجالة العربية والجالية الإسلامية حتى بالجي تي اي نحن منعتبر انه عن جد كانت ناقصة مثلا الفروج المشوي على هاي المكانة اللي احنا كل اياتنا مثلا بروح ببلادنا مللقين حاطين واحدة مكانة بالشارع ووزالها من الختيار بيشتل علىها من عشرين سنة بيشد لك الفروج بحطه بخبزة مرقوقة بيعطيك ثلاثة توم صغار وكيس كبيس بتخذيه على البيت بتاكله طب ليه مش موجود طب ليش مش موجود انه شو ناقصنا بالملحمة حيكون موجود عرفت كيف؟ انه بيقولولك مثلا انا لما كنت روح لعنة على الضيعة كانت الولدة تروح لعنة لعنة توصي على اللحمة بعجين طريقتها هي لانه هي قطيبة لحمة بعجين بالعالم كل ام هيك بتفكر وحقها تفكر تعمل اللي بدي ايه عرفت كيف؟ وبترجع تبعطها عند الفران او التلفن للفران تبعطها اللحمة معي شب من عنا وتعملنا لحمة بعجين للبيت بس هاي لحمة العجين امك عملتهم طب نحنا هيدا اللي حنا عملو بي بيرامانت انتي هلا فيك تروح لعندي على الملحمة تسيري ان شاء الله وتعمل اللحمة بعجين بطريقتك توصي اللحم متل ما بدي وهو نفسه بيبعطها على بيرامانت بيعملك لحمة بعجين بتروح بتاخديها الجهزة عرفت كيف؟ فيه كراس بيزنس حيكون عرفت يعني؟ انا جاء بيلك البنية عندي عالم مآني طب انه انا نزلت ع بيروت المآني بتيجي ستة اياسات انا فكرت اختفت هايدي لانه مش معوة تشوفها هان انه فيما انا هل ادي ادي حبة الفستو عامي عاملو اصاره ببيروت طب انه ليه معنا اياه ها؟ فارمونت بيجي بلنا اياه ان شاء الله ان شاء الله طب محمد رحمة ترنتوقف لفاصل اعلاني تاني ونرجع منكمل حوارنا بعض الفاصل خليكم معنا لبعض الفاصل مشاهديننا لا اعلاناتكن على برنامج امنيات تصلوا فينا على 416-595-6161 عروض مميز اقتداءا من 100 دولار شهريا تصلوا فينا اليوم وسوى منطور اعلاناتكن لمستوى افضل مع امنيات بزنس اكتر ومدخول اكبر مشاهدين اهلا وسهلا فيكم مجددا معنا رجل الاعمال العربي المعروف محمد فقيه اهلا وسهلا فيك مجددا محمد كنت عم تحكينا قبل الفاصل عن سبب اختيارك انك تفتح بوتشر شوب وزي ما انت قلت لنا انه هالبوتشر شوب حيكون اليه مميزات غير عن اي محل لحمة تاني احكينا كيف عم بتحذر الخطوات الاساسية اللي عم بتسويها لحتى يعني يتم هالنجاح او يتم هالتميز ولو تعرفنا اكتر عن الشفس او الشفات اللي رح يستلموا هالمشروع بالنسبة للخطوات اللي عم نعملها اللي يكون حقق عنه بطريقة مميزة بنرجع انا نذكر من اكبر مهنتسين اللي موجودين بطورنطو عم يرسم المحل هاي اول شغلي عم نعمل المحل بشكل كدير كبير 3200 سكور فيت لملحمة عم تحكي عم تحكي عم 70 فت تقريبا لبرادت حيكون عنها اورغانيك حيكون عنها لام بيف او زيتون وكبيس حيكون في بارا مشوى إذا أحدهم بدوا يترفينوا بدوا كفتة مثلاً بحب الكفتة بس كفتة البيع البرامونت بدوا يحرق أكتر أحضروا الثلاثة كيرو وشولي إياهم بس بدي تزدلي حار تعملي كذا أنا جاي تفرج على الكفتة شخصياً ما كانت الفروج المشوي كما عن نفس الشي بالنسبة للمرة تانية ديكور كتير 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 مرتب لقيت مكانة بتعمل سليسنج للدري من سنة 1880 بالسويد سو شحنتها هاي ححطتها بس ديكور هايدي ما في مننا إلا سبعة بالعالم وأنا بتشرف تكون وحدة منهم إلا سبعة موجودة عندنا بمحل ببيع بضع للجالة العربية وحلال وبالمستوى هيدا عرفت كيف سو هاي أحد الشغلات التاني الشي هو العالم العلاقة عملت سورفي صغيرة بقلب بيرامونت أتبرم على الطاولات وتحدث مع النسوين والعيال سو شو المشاكل؟ كيف علاقتكم باللحام؟ مهضومة شوية الدراسة بتقول بسرعة أنا طلعت على الانترنت وبعد ما هني النسوين خبروني شو بسير وطبعا عندي بالبيت مدامتي ومرت عمي وكل هالعام عمل الدراسة 25 مضمت مدامتي منه من أصل 25 تقريبا بين عش يعني تقريبا بين 25 تقريبا كلهم قالوا هل لحام رود على بعض الوقت هلأ 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 أي واحد بيشتغل بأيدي حادة يعني السكينة بتأثر على شخصيته بتأثر على شخصيته أعرفتكي وتاني شي بيكون عم يتخينقه مثلا شقفة اللحمة أو الفخدة أو الهب أو شاذي عم يتخينق معها بالسكينة بتجيزبوني بيش خلقوا فيها أعرفتكي أعرفتكي سو هايلي دراسي ما بعض الزلامة انت ممشور يجب عليك مع اللحمين يعني هن كلهم الشباب طبعا كتير طيبين وكلهم عندهم عيال وكلهم أكيد بيعرفوا أوقات أنه بيكونوا بيطلعوا روض شوي أوقات بس مش المطلوب من زلمة بروفاشنال بيشتغل باللحمة لازم يضع الواعي لشغلته ولحضوره بمئة بمئة بس السللة كمان مش مزبوطة لقلو لأنه لأنه عن شاد وجو عم يتخينق معها بيكون لشقة اللحمة الكبيرة والضهريلة برا يتعامل مع جنس هالقدي لطيف مثل النسوين شوي صعب عليه كمان مش سهلة بس بدي يكون عنده كنترول عكل الوقت عم تضحكي لا ما تضحكي اسوكي أعرفتكي والقسم الثاني قالوا انه أوقات اللحمة اللي بيوعدوا فيها وبيطلبوها من برا بتكون هايك لس لما يصلوا عالبيد تكون شوي مختلفة بس من خلال هاي الدراسة أعملت تقريبا نقطتين كتير مهمين العلاقة اللحم بزبون لازم تكون بس موقفي على قصة إنه المدام تشرح له للحام شو بده وقلقته باللحمة وبدون ما هو يجيوب أبدا ما بنا يجيوب أبدا إلا بمثل ما بديك مدام حق أعمل والباقي يتأخذ لحدا بالفلور اللي ما عم يتعامل بالسكينة واللحمة اللي هني ممكن يكونوا صبايا أو شباب المثقفين معلمين عن اللحمة وهن يتعاملوا مع الزبون كاللحمة المستخدمة نقصهم تقريبا بين الدكتور والنيرسة اللي برا بين الدكتور اللي هو اللحم بهايدي مع احترام لكل الذكات لا عم قارن ولا أقلل من شأن اللحم كاللحم طبعا خلي اللحم يشتغل بشغلته يسمع من الزبون لأنه زبوني بتحب تحكي مع اللحم مباشرة يعرفت كيف يسمع من الزبون بس هيكون عليه كنترول لذلك اللحمين مستخدمين وقد عم يروحوا على الترينيق بقالب بارامونت للكسمر سيرفيس سشن وقد شرحنا لهم كيف بياخدوا نوطس لما هيكونوا رود لأول مرأة وكيف ممنوع تماما أن المرأة تطلب شيء وما تاخد إلا الشيء اللي طلبته مئة بالمئة حتى لو كانت بالنسبة لأولون هنا مشكلة أوقات بيكونت كمان فيها فينانشل إنه اللحم هو نفسه صاحب الملحمة نعم بقول لك ما حتوفي معي على أعطيها مثل ما هي بدها هلا بظبيت هاي بظبيت هاي بظبيت هاي هيدا كله ممنوع عارف الكيف زبون بدي ياخد اللي بده وبخلاف شو ما كانت النتيجة زبون بدي ياخد اللي بده وبالتالي اللحمين إحنا جايبينهم في عنا ثلاث لحمين واحد جاي من بره وعندوا دراسيات وبشيرتهم وبوتشر شاب كانت في دبي وكلشي لحمين كتير معروف في قلب ميسس ساقا بل لحمين كتير معروفين بس هو اللحم اللي معروف في قلب ميسس ساقا كمان شاب اسمه محمد معروف جداً بميسس ساقا كان بعدة عميكين ما بنا نذكر أسمائهم عشان ما يكون فيه ميسس ساقا معروف جداً خبرته كتير عالية تبعه كتير عالية احنا محمد بجداي المعنى وقت كتير بدنا نمر شوي بشكل سريع على بعض الأمور اللي هي تبع الحلال ميت ليش انتو حسيتو انو لازم انتو تشرفوه على طريقة الدبح هلا احنا بمس بداية بيرامونت عطول كنا بنشرف على طريقة الدبح لانو كي عنا مخافة طريقة تعذيب الحيوان والسطلقواس او الكهرباء قبل هذا كليتو مش مزبوط اني لما يقوصوا بقوصوا بيفرد هوا يجب يضلوا عايشوا مهلا يموت قبل ما يندبح وماذا يندبح يجب يكون عايشه واعد حيوان على موضوع الكهرباء هل هذا بيأثر على نوعية اللحمة او طعمها؟ ما بيأثر على نوعية او طعمها بيأثر على تعذيب الحيوان وو ممنوع حتى ممنوع بالقانون الكندا قبل الحلال بس طبعا بالحلال ممنوعت كهربائي للحيوان أبدا ممنوع ممنوع أبدا شيء يجعزبه للحيوان قبل ما هو يندبح صحيح هذا هو الحلال. وبالتالي أفضلنا عشان العالم في قول بيقول بين حق والباطل الأربع أصابع اللي هو اللي سمعتي واللي شفتي. نحن بدنا نشوف بعيننا لنقول للعالم عشان ما نحمل دمية حدا. حتى يقدر يثقوك ومتبني ثقة بينك وبين الزبون. مئة بالمئة. ولأنا أتأكد أقول للعالم أنا ما بدي أتحمل أثم حدا. وأتأكد أن أعطيهم حلال. أنا أولادي بيأكلوا بالبارامود. ومرتي ستكون أول زبوني بالملحمة. هذا هو الحلال. إذا أريدك جواب سريعا. طيب وأخيرا محمد أنت كرجو بأعمال ناجح وكبير جدا في الجالية العربية بكندا. يعني حتى إلك يعني حتى معروف بين البوليتيكال الفيجرز. شو بتحس ناقص لها الجالية العربية لحتى يقدروا ينجحوا يتقدموا بالطريقة اللي أنت تقدمت فيها. يعني شو بتنصحهم وشو من خبرتك شو بتحس إنه ناقصنا إحنا كجالية عربية؟ أنا أعتقد بأربع كلمات هينين. نحكيها أقل عن بعضنا. نحتم أكتر بشغل بعضنا. ونحتموا بشغل بعضنا. ندعم بعضنا بدون ما ننزل ببعضنا. هاي شغلة كتير مهمة. نحس إننا جالية واحدة سوا كلنا. مثل ما بتحس الجالية اليهودية. مثل أي جالية تانية بدون ما يحسونا عطول مشار زمين. وهيكي. نتمنى الخير لبعضنا. ونتعامل بشكل مثقف أكتر. وإنه كندا بلدنا. مش محطة مؤقتة جينا. ناخد فيه مننا قدمة فينا ونفل. كندا بلدنا متل ما بلدنا بلدنا. والمطرح ما أنت لازم تحترم القوانين. إذن لازم الجالية تتعلم أنها تندمج مع هذا المجتمع اللي برضو عم بي أسس له حياة كريمة وحياة كويسة فيها. مئة بالمئة. وقصة التاكس والحياة اللي موجودة هون. التاكس مفروض لنقدر يكون عندنا هاي الشوارع وهي المستشفيات وهي الكذا. نحن عندنا مشكلة واضحة كبيرة. إنه في بزنس بتروحي بتكتشتريون عربية ما عندهم تاكسات. ما بيتفعوا تاكسات. ما بتعرفي. بتعندك قلة احترام للسيستم الكندي لأنه منعتبره محطة مؤقتة. بل هي كندا بلد من خمسين بالمئة مثل ما هي بلدنا. مع احترامي لبلدنا العربية وكل العالم تعرف قداش انتمائي العربي واضح. بس مش ضروري نكون مطرح ما نحنا. وما نحترم الصحن اللي عم نأكل منه. ستستبار ملعنو. خلينا ننهي لهالفكرة الإيجابية اللي حضرتك حكيت لنا إياها. نتشكرك كثير على حضورك معنا وعلى إفادتك لهالجالية. ومنتمنى انه من الجميع يكون استفاد من خبرتك. ومنتمنى لك التوفيق والنجاح دائما دائما يعني. منتمنى نشوف برامات موجودة في كل مؤاطعة في كندا وفي كل بلد في كندا. مش بس في جي تي اي وانتاريو. شكرا جزيلا. وأنا يجميلا بتفاعل باندراوس ميديا وبأمنيات تيفي. وكل مرة بتعملوا الإنتربيو الحمدلله منتوفق بالبزنس اللي عم نفتحه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم